لم تكن حرب أكتوبر مجرد معركة عسكرية استطاعت فيها مصر الانتصار على إسرائيل بل كانت ملحمة تاريخية وحاسمة لقدرة الشعب المصري على أن يحقق حلم التحرير وأزالة أثار العدوان عبر تضحيات وبطولات الرجال الذين صنعوا ملحمة العبور والتي نستعرض بعض محطتها في العرض التالي سجل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة المئات من معارك البطولة والفداء لأكل تحرير أراضي سيناء من مقتصبها وقد تمخضت هذه الملحمة العسكرية عن العديد من المعارك المنفردة لتكون شاهد عيان على انتصارات خير أجناد الأرض وتحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر معركة العبور السادس من أكتوبر عام 73 في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرا عبرت الطائرات المصرية على ارتفاع منخفض قناة السويس لضرب الإهداف الإسرائيلية بسيناء ونجحت في تنفيذ المهمة الموكلة إليها على أكمل وجه وبعد وقت قصير نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة واستولت على نقاط العدو القوية بها وتم رفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة معركة تبت الشجرة السابع من أكتوبر عام 73 كان الهدف الرئيسي للمعركة هو الاستلاء على مركز القيادة الخاصة بالعدو الإسرائيلي في تبة الشجرة التي تقع على مسافة عشرة كيلومترات شرق قناة السويس وبعد قتال شرس استمر سبع ساعات تمكن جنودنا الأبطال من الاستلاء على التبة وإجبار العدو على ترك جميع محتويات مركز القيادة معركة عيون موسى الثابع والثامن من أكتوبر عام 73 لأهميتها الحيوية ومكانتها الاستراتيجية اتخذ العدو من منطقة عيون موسى موقع رئيسيا له وقام بإعداد ست غرف من الخراسان المسلحة لتتحمل جميع ضغوط انفجار قنابل الضائرات ولكن محاولته تلك باءت بالفشل أمام تقدم قواتنا التي استطاعت بعد معركة حامية الوطيس من السيطرة على الموقع بشكل كامل بكل معداته ومدافعه ورفع العالم المصري عليه معركة القنطرة شرق الثابع والثامن من أكتوبر عام 73 اشتد القتال بين جنودنا وقوات العدو في منطقة القنطرة شرق نظرا لقوة ومناعة تحصينات العدو بها وفي يوم الاثنين الثامن من أكتوبر تمكن جنودنا البواسل من تحرير مدينة القنطرة شرق وأسر عدد من جنود العدو والاستلاء على كمية من الأسلحة والمعدات بينها عدد من الدبابات معركة الفردان الثامن من أكتوبر عام 73 وقعت شرق الإسماعيلية وانتهت بسحق شامل للواء 190 مدرع إسرائيلي وأسر قائد إحدى كتائب اللواء وهو العقيدة عسافيا جوري فضلا عن أسر ثمان دبابات معركة المنصورة الجوية الرابع عشر من أكتوبر عام 73 وقعت فوق مدن محافظات الدلتا وتعد الأطول في تاريخ معارك القتال الجوي ونجحت خلالها المقاتلات المصرية من إسقاط 17 طائرة من طائرات العدو في مقابل إسقاط ثلاث طائرات مقاتلة مصرية فضلا عن فقدان طائرتين بسبب نفاد وقودهما وعدم قدرة طيارهما على العودة إلى القاعدة الجوية وتحطمت طائرة ثالثة أثناء مرورها عبر حطام طائرة فانتوم متناثرة في الجو معركة المزرعة الصينية الخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر عام 73 وقعت في الضفة الشرقية لقناة السويس وتعد أكبر معركة دبابات خلال حرب أكتوبر وتمكن خلالها جنودنا الأبطال من تدمير عشرات الدبابات التابعة للعدو وأسر عدد من جنوده